اشتركوا في القناة وكذلك نقدم لكم النصائح والإرشادات للحصول على نتائج ممتازة بإذن الله لذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا وشكرا لكم كبداية في مادة الرياضيات سنقدم لكم اليوم تذكيرا بالنهايات أول شيء نوضحه ونذكركم به هو حالات عدم التعيين وهم 0 على 0 مال نهاية على مال نهاية 0 في مال نهاية وزائد مال نهاية ناقص مال نهاية أو العكس ناقص مال نهاية زائد مال نهاية لأن الجمع عملية تبديلية والآن ننتقل إلى نهاية بعض الدوال المرجعية سنكتبها لكم ونعود نهاية إيكس عندما إيكس يقول إلى زائد مال نهاية بالتعويض المباشر ستعطيني حتماً زائد مال نهاية وكذلك نهاية إيكس عندما إيكس يقول إلى ناقص مال نهاية ستعطيلي ناقص مال نهاية ونهاية جذر لإكس عندما إكس يقول إلى زائد ما لا نهاية ستعطيني زائد ما لا نهاية بالتعويض المباشر عادي جدا ونهاية إكس مربع عندما إكس يقول إلى زائد ما لا نهاية ستعطيني زائد ما لا نهاية وكذلك نهاية إكس عندما يقول وكذلك عفوا نهاية إكس مربع عندما إكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية ستعطيني زائد ما لا نهاية ونهاية x مكعب عندما x يقول إلى زائد مالا نهاية تساوي زائد مالا نهاية ونهاية x مكعب عندما x يقول إلى ناقص مالا نهاية ستعطيني ناقص مالا نهاية عادي جدا بالتعويض المباشر تجدونها والآن ننتقل إلى نهاية أخرى نهاية 1 على x عندما x يقول إلى ناقص مال نهاية ستعطيني 0 لأن العدد عندما نقسمه على مال نهاية سيعطيني حتماً 0 تذكروها دائما وكذلك نهاية 1 على x عندما x يقول إلى زائد مال نهاية ستعطيني 0 مفهوم؟ ونهاية 1 على x عندما x يقول إلى الصفر بقيم أكبر أي نفترض مكتوبة على هذا الشكل 1 على 0 0 زائد ستعطيني حتماً مال نهاية وبقيم أكبر نضيف لها الزائد إذن تساوي زائد مال نهاية ونهاية 1 على x عندما x يقول إلى الصفر بقيم أصغر نفترضها هكذا 1 على 1 على 0 بالناقص تساوي ناقص مال نهاية عدد على صفر يعطيني مال نهاية وتساوي ناقص مال نهاية مفهوم؟ والآن ننتقل إلى العمليات على النهايات حيث f و g دلتان ونبدأ بنهاية مجموعة دلتان حيث c عدد حقيقي و a و b عددان حقيقيان وهنا نهاية f لx عندما x يقول إلى c وهذه نتائجها وهنا نهاية g لx عندما x يقول إلى c وهذه نتائجها وهنا نهاية المجموع بينهما عندما x يقول إلى c إذن نبدأ بالجمع a زائد b حتما ستعطيني a زائد b و a عندما نجمعه مع زائد مال نهاية تذكروا دائما أن المال نهاية هي التي تغلب إذن تساوي زائد مال نهاية و كذلك عندما نجمع a مع ناقص مال نهاية المال نهاية هي التي تغلب إذن تساوي ناقص مال نهاية تذكروها دائما و زائد مال نهاية زائد مال نهاية حتما تساوي زائد مال نهاية و زائد مال نهاية ناقص مال نهاية هذه حالة عدم تعيين كما ذكرناكم بها سابقا إذن هنا حالة عدم تعيين وناقص مالا نهاية وناقص مالا نهاية حتما ستعطيني ناقص مالا نهاية مفهوم والآن ننتقل بكم إلى نهاية جداء دلتين حيث سيعدد حقيقي وآوى بعددان حقيقيان وهنا نهاية F لإيكس عندما إيكس يأول إلى س وهذه نتائجها وهنا نهاية جي لإيكس عندما إيكس يأول إلى س وهذه نتائجها وهنا نهاية F لإيكس في جي لإيكس عندما إيكس يأول إلى س نبدأ بالأولى A في B حتما ستعطيني AB وهنا A تكون موجبة عندما نضربها في زائد مالا نهاية حتما ستعطيني زائد مالا نهاية وهنا A كذلك موجبة عندما نضربها في ناقص مالا نهاية حتما ستعطيني ناقص مالا نهاية المالا نهاية هي التي تغلب إذن عندما نضربها في حدد موجب ستعطيني ناقص مالا نهاية وهنا A لكن سالبة عندما نضربها في زائد مالا نهاية ستعطينا ناقص مالا نهاية لأن السالب في الموجب يعطينا سالب وهنا A تكون أصغر من الصفر عندما نضربها في ناقص مالا نهاية ناقص في ناقص حتما سيعطيني زائد إذن تعطيني زائد مالا نهاية وهنا زائد مالا نهاية في زائد مالا نهاية حتما ستعطينا زائد مالا نهاية ننتقل الآن إلى زائد مالا نهاية عندما نضربها في ناقص مالا نهاية الزائد مع الناقص زائد في الناقص يعطيني ناقص إذن ناقص مالا نهاية هنا يخطئ الكثير هذه ليست حالة عدم تعيين حالة عدم تعيين في الجم هنا الضرب إذن ستعطيني ناقص مالا نهاية ناقص مالا نهاية في ناقص مالا نهاية حتماً ستعطيني زائد مالا نهاية الناقص في الناقص يعطيني زائد سفر في مالا نهاية هي حالة عدم تعيين كما ذكرناكم بها سابقاً إذن هي حالة عدم تعيين وهنا كذلك سفر في مالا نهاية حالة عدم تعيين تذكرها سفر في مالا نهاية تساوي حالة عدم تعيين والآن ننتقل بكم إلى نهاية حاصل قسم الدلتين حيث C عدد حقيقي كذلك وA وB عددان حقيقيان وB لا تسوي صفر كي لا ينعدم المقام وكذلك F وجي دلتان وهنا نهاية F لإيكس عندما إيكس يؤول إلى C وهذه نتائجها وهنا نهاية J لإيكس عندما إيكس يؤول إلى C كذلك هذه نتائجها وهنا نهاية حاصل القسم بينهم بين F لإيكس وجي لإيكس عندما إيكس يؤول إلى C نبدأ بالأولى عندما نقسم A على B حتما ستعطيني A على B وA عندما نقسمها على زائد مال نهاية تذكروا عدد على مال نهاية يعطيني صفر إذن تساوي صفر وهنا كذلك A على مال نهاية ستعطيني صفر وزائد مال نهاية عندما نقسمها على عدد وهذا العدد موجب حتما ستعطيني زائد مال نهاية لأن مال نهاية على أي عدد ستعطيني مال نهاية وهنا زائد مال نهاية عندما نقسمها على B ويكون B أصغر من الصفر أي سالب موجب عندما نقسمها على سالب سيعطيني سالب إذن ناقسم مال نهاية وناقسم مال نهاية عندما نقسمها على B ويكون B موجب إذن ستعطيني ناقسم مال نهاية وناقسم مال نهاية عندما نقسمها على B ويكون B سالب ستعطيني زائد مال نهاية لأن الناقس على ناقس يعطيني زائد وهنا صفر على صفر كما ذكرناكم بها سابقا صفر على صفر هي حالة عدم تعيين حالة عدم تعيين ومال نهاية على مال نهاية بغض النظر عما تكون إذا كان زائد مال نهاية على ناقسم مال نهاية أو زائد مال نهاية على زائد مال نهاية ستعطيني حالة عدم تعيين وهنا كذلك مال نهاية على مال نهاية دائما حالة عدم تعيين حالة عدم تعيين ما لا نهاية على ما لا نهاية تساوي حالة عدم تعيين كذلك تذكرها دائما في الأخير نقول لكم أن هذا كان فقط تذكير بالنهايات للدخول في البرنامج لذا تابعونا في قادم الفيديوهات إن شاء الله ولا تلسوا الصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام ودمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة